من جنيف دكتور رامي عبدو رئيس المرصد الأرمو التوسطي لحقوق الإنسان دكتور رامي مرحبا بك دكتور رامي بين من يعتقد أن هذا القرار أنصف الحق الفلسطيني ووضع إسرائيل للمرة الأولى في قفص الاتهام عن واحدة من أبشع الجرائم جريمة الإبادة الجماعية بين من ينظر للقرار على أنه ترك الباب مواربا للاحتلال الإسرائيلي لأجل الإفلات مرة جديدة من العقاب عندما لم يصدر قرارا واضحا أو أمرا واضحا بوقف إطلاق النار كيف تقرأ هذا القرار وكيف يمكن التعويل عليه في المرحلة المقبلة؟ أولا تحياتي لك ولكل المشاهدين بالتأكيد كل القراءتين يجب الالتفات لها وهي في جزء مهم حقا لا شك أنه الذي حدث اليوم هو انتصار ربما جزء للعدالة كان المأمول أن يكون هناك قرار بلا شك يطالب بوقف العمليات العسكرية أو تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية لكن إذا نظرنا للجانب الإيجابي فبكل تأكيد قبول المحكمة بالنظر في هذه القضية وإقرار جملة من التدابير المؤقتة ربما لم تقل المحكمة بإصدار قرار يقر جميع التدابير المؤقتة التي طالبتها جنوب أفريقيا وإنما طالب جزء أو أقر جزء منها هذا يعكس أن المحكمة توجه لائحة اتهام أو اتهام واضح ورسمي للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أعتدل من قراءتك لهذا القرار وخاصة في ظل ذلك الانقسام ما بين كما تحدثنا من يعتبره قرارا عادلا وتاريخيا صائبا لأجل الفلسطينيين وبين من يعتبر أن القرار كما قلت أنت عدالة جزئية يعني بالتأكيد كما قلنا أولا دعينا نتفق أن إصدار المحكمة لمجموعة من الإجراءات أو التدابير المؤقتة يمثل بلا شك انتصار للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولمظلومية الشعب الفلسطيني إقرار المحكمة بذلك يعني أن الاحتلال الإسرائيلي في موضع الاتهام اتهام الطرف الذي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية وأنا أعتقد أن معركة مهمة خضناها منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة وتحديدا لدينا على الأقل في المرصد الأورو منتوسطي كانت تتعلق بتثبيت حقيقة أن ما يجري وما جرى خلال الأيام الماضية والأسبوع الماضية هو جريمة إبادة جماعية وهو بالتالي يمثل تأريخ مهم في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وفي تاريخ الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وهو تلطيف لسمعة الاحتلال الإسرائيلي ما نعتقد حقيقة أن هناك ربما كانت آمال معلقة على قرار يتعلق بإصدار وقف أو قرار بوقف إطلاق النار وربما كان هناك بعض الأراء الفقهية القانونية التي تقول أنه لا يمكن للمحكمة إصدار قرار بوقف إطلاق النار لأنه عمليا عندما تتحدث عن وقف إطلاق النار كأنك تتحدث عن طرفين وفي هذه الحالة لا يوجد حضور لحركة حماس أو حركة حماس ليست طرفا في ذلك وربما هذا يفسر إصدار حركة حماس بالأمس على سبيل المثال تصريحا غير عاديا يؤكد على احترامها لقرارة المحكمة في حال أقرت بوقف إطلاق النار وبالتالي أيضا في حال التزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك وهو ما يعني بشكل عام أن المحكمة عند إجرائها واصدارها قرارات بخصوص التدابير المؤقتة يعني أن لا يمكن تحقيق هذه التدابير المؤقتة عمليا دون وقف إطلاق النار وهو أمر يتأتى كتحصيل حاصل من خلال إلزام المحكمة للاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ التدابير المؤقتة هناك نقاط أيضا أشيرة لها في التدابير المؤقتة تحديدا التأكيد على ضرورة إنهاء الحصار على غزة وتوفير الإمدادات الإنسانية وهو أمر لم يكن حاضرا في قضايا مشابهة قبل ذلك وبالتالي نحن أمام تأكيد على توفير الإمدادات الإنسانية بالتأكيد هناك الكثير من الأراء التي تحدثت عن إحباط لكن بكل الأحوال إذا نظرنا إلى آلية العدالة الدولية على مدار السنوات الماضية في التعاطي مع الشعب الفلسطيني جميعنا يدرك أنها آلية عرجاء وأن الآليات الدولية للأسف الشديد ترتهن بشكل كبير للإرادات السياسية وبالتالي ما تحقق اليوم في إطار الرواية الفلسطينية أمر مهم في إطار تثبيت الحق الفلسطيني أمر مهم في إطار تلطيق سمعة الاحتلال الإسرائيلي والمضي قدمان أمر مهم النقطة التي أعتقد دكتور رامي مسألة تلطيق سمعة الاحتلال الإسرائيلي أريد أن أستوقفك قليلا عند هذه النقطة فهناك الكثير مما يقال فيها مسألة تلطيق سمعة الاحتلال أن يؤخذ الاحتلال لأن توجه إليه تهمة الإبادة الجمعية وهو الذي أنت تعلم كم يتاجر بالجريمة التي وقعت بحق اليهود في الهولوكوست وغيرها فهذا ما رأاه بني من نتنياهو موشين في قراءة رئيسة المحكمة لقرارها هي ذكرت وبالتفصيل قرارات وتصريحات ونقاط محددة يصعب في إثبات جريمة الإبادة الجمعية في معظم القضايا يصعب إثباتها فكيف يمكن أن نقرأ هذه النقطة؟ بالتأكيد هذا السؤال مهم نحن بعيدا عن إثبات ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية من عدمها مجرد وضع الاحتلال كموضع اتهام هذا أمر يؤرخ للتاريخ وأعتقد أنه حتى عندما نتحدث عن الهولوكوست دائما تكون هناك أراء نحن لا يجب علينا أن نخشى أن يكون هناك أراء تقول أن ما جرى في غزة ليس له علاقة بالإبادة الجماعية لكن عمليا وفق نصوص القانون نحن نتحدث عن إبادة جماعية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني يمكن أن نقول أن ربما أهم في قرار المحكمة اليوم هو الإقرار الحقيقي بأن السبل القانونية والآليات الدولية لا يمكن أن تحقق العدالة للشعب الفلسطيني وهو أمر يجب أن يكون خلف ظهر الشعب الفلسطيني والبحث عن وسائل أخرى لأن الاستمرار بالتعليل البحث أو تعليق الأمال على الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي فشل أو ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية أضر كثيرا بمصار العدالة الفلسطينية أو مصار تحقيق الحقوق الفلسطينية وبالتالي مثل هذا القرار يأتي كخلاصة لسعي الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية من أجل تحصيل حقوقه نحن نعتقد أن أهمية هذا القرار تأتي بشكل أساسي في وصم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تأتي أيضا في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته واليوم المجتمع الدولي يقف أمام مشهد واضح أن آخر حجر كان في منظومة العدالة الدولية التي مكث المجتمع الدولي من أجل بنائها عشرات السنوات اليوم أقر بشكل أو بشكل آخر أن إسرائيل ترتكب خطوات تندرج أو بنود أو مفردات تندرج ضمن مفردات الإبادة الجماعية وهذا أمر بكل تأكيد مهم لا أريد أن أتحدث بفرح أو أبالغ حقيقة لأن هناك شعور بالإحباط هناك شعور بخيبة أمل وهذه محقة وأعتقد أن الذين يتحدثون بهذا النفس هم محقون لكنهم ربما أعطوا اعتبارات أكبر لقيمة محكمة العدل الدولية لكن إذا كنا ننظر إلى مصار تحكيم الدولي أو مصار العدالة الدولية أمام المحافل الدولية بشكل عام فيما يخص القضية الفلسطينية فبكل تأكيد لم يكن متوقع أكثر من الذي حدث ومما لا شك في أن تغيب أو اعتراض دولة محددة على سبيل المثال أعطانا مثال واضح حول ربما نوع التدخل والضغوطات السياسية التي ربما تجري بكل الأحوال ما جرى اليوم هو نقطة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني لا يجب أن يعول كثيرا على الأليات القانونية والأليات الدولية لحفوق الإنسان ولكن دكتور رامي هناك من ينظر إلى هذه الجزئية بشكل ربما يمكن القول عنه التجزئة فلسفة التجزئة فقرار اليوم سيسمح للمجموعات الحقوقية في الدول الأوروبية ودول الغربية بمقاضة دولها أو وضع مزيد من الضغوطات على هذه الدول كي تتوقف عن تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي وهو ما سيفرض مزيدا من العزلة الدولية على الاحتلال في مسار القضية الفلسطينية وعلى المدى الطويل هل هذه نقطة يمكن الاعتماد عليها أو التعويل عليها يعني أنا لا أعتقد أن يمكن التعويل عليها لأن هذا الأمر يتشابه بحد كبير أو إلى حد كبير بالولاية القضائية هناك اللجوء إلى التقاضي أمام بعض الدول هذه الدول للأسف الشديد وجدناها تغير قوانينها وجدناها ترفض أصلا قبول قضايا من هذا النوع ورغم أن قانونها بشكل أساسي يفتح المجال أمام الولاية القضائية أنا أعتقد أن من المهم أن نضع ما جرى اليوم في إطار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني ولا يجب المغالاة ولا أيضا التهويم من أهمية ما حدث اليوم ما حدث اليوم بكل تأكيد هو نقطة مهمة على مصار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإذا نظرنا إلى ما جرى اليوم وإلى مجمل المواقف الدولية نستطيع أن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي بالفعل يشعر بضيق يشعر بحرج وهناك اتهام واضح صحيح أن الآليات أو التدابير الموقعة التي طلب من الاحتلال الإسرائيلي يغيب عنها الخطوات الإجرائية وأيضا هذا الأمر حتى ينسحب على فكرة المطالبة بوقف إطلاق النار يعني لو طالبت المحكمة عملية اليوم بوقف إطلاق النار بالتأكيد لا يوجد عمليا أي أدوات إجرائية أو أي خطط إجرائية أو أي آليات أقرتها المحكمة حتى فيما يخص الآليات أو الإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة اليوم لا يوجد آليات عملية من أجل تنفيذها وبالتالي نحن نستطيع أن نقول أن الأمر يستحق الاهتمام في إطار وصم الاحتلال وتثبيت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية وأعتقد أن حتى في الأيام الأولى نحن كمرصد وجهنا دعوة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل اعتماد مصطلح الإبادة الجماعية لغز في غزة ضمن أدبيات الأمم المتحدة وعلى هذا يجب أن نستمر في تعرية الاحتلال وكشف وجه القبيح بعيدا عن فعالية هذه المنظومات أو المؤسسات لأن عمليا لا نستطيع أن ننكر أن هذه المنظومات بالمجمل هي تخضع للإرادة السياسية الدولية وما يجري في محكمة الجنائية وما جرى اليوم في محكمة العدل الدولية هو تأكيد على ذلك شكرا جزيلا دكتور رامي عبدو رئيس المرصد الأرون توصي لحقوق الإنسان كنت معنا بإنتنات من جنيف لك جزيلا شكرا